أعتقد أن إحنا كدولة في طريقنا لتنفيذ كل اللي حرتك بتقوله ده وده بالفعل بيحصل بس أعتقد أن إحنا لسه في الطريق إحنا كنا بنتكلم عن التحول الرقمي لو تتكرم من كم سنة وإس فجأة إس فجأة أصبحنا كلنا يعني بنتعامل بشكل كبير جدا في حياتنا عن طريق التحول الرقمي في كل مجالاتنا فأعتقد أن ده جاري تنفيذه وده هيحصل في القريب والعالم كله متجه لده مش إحدى مثل خليني أرجع مرة تانية لفكرة المنصات وخليني أرجع مرة تانية لفكرة القراءة الإلكترونية والتحول الإلكتروني فيما يتعلق بالكتاب الإلكتروني والكتاب الورق النهاردة أنا بخاف من سرعة الوصول للمعلومة لأن أحيانا من سرعة وصولي للمعلومة ممكن توقعني في معلومة غلط وده ممكن يودينا لمناطق كتير والمشاكل كتير ويعرضنا لأزمات كتيرة جدا إحنا في غنى عنها النهاردة أنا إزاي أكون عارفة أنه المنصة الإلكترونية اللي أنا ريحالها دي أو الموقع الإلكتروني الصحفي اللي أنا ريحاله ده الصحفي ده اللي أنا ريحاله ده هو موقع موثوق فيه في بعض المؤشرات السوزيرانية موجودة على هذه المواقع المنضبطة يعني اللي بتشتغل بشكل احترافي أكتر زي مثلا وجود مقياس أو مؤشر يقولك والله إن فيه تعليقات للقراء على كتاب حسام الدمراني والله الكتاب ده واخد مثلا 20% ريفيوز ريفيوز عن الكتاب أو ريفيوز عن الموقع أو ريفيوز عن المنشور ده بأي شكل من الأشكال ده مؤشر من ضمن المؤشرات اللي تخلى حضرتك كقار إزاي تبدأ تتعامل مع هذه المنصة إن هي منصة متقدم محتوى محترم موثوق فيه حقيقي وعنده مصدقية صحيح وعنده مصدقية يعني ده مؤشر أنت ممكن تستفيد منه في تعاملك مع هذه المنصة إن أنا أراجع ريفيوز ريفيوز رقم واحد نمرة 2 ممكن ترجع تشوف المقالات النقدية المكتوبة عن الرواية الصادرة أو عن الكتاب الرقم 3 وده أنا بحبزه يعني بفضله بشكل كبير إن أنت طول وقت تعتمد كمان على مراجع أخرى يعني بنفسك بقى تكون بمهمة عملية بحثية بسيطة كده أيوة تشوف مدى مصدقية هذا العمل أو هذا الكتاب من المراجع اللي بيسترد إليها بشكل كويس أشوف رأي تاني أتأكد إن الرأي الأولاني مظبوط وصح وبالتالي يكون عندي المعلومة صحيحة وأكون متأكد إن أنا وصلت للمعلومة مظبوطة صحيح دي بعض المعطيات أو مشارات اللي ممكن يعني ننصح بيها بعض اللي دخلين هذا العالم بشكل جديد من المراهقين والأطفال في التعاطي مع المنصات المتعلقة بصناعة المحتوى على مستوى الكتب أو الثقافة بشكل أشمل مفهوم مفهوم أو الوصول للمعلومة حتى بأي شكل من الأشكال عايزة أتكلم عن أنواع الأدب اللي من وجهة نظر حدرتك دكتور حسام شايف إنه إحنا محتاجين نركز عليها الفترة اللي جاي يعني شايف إن إحنا ممكن نكون يمكن يعني مؤثرين فيها شوي والله في أنمط كتير يعني زي والله حدرتك حاجة تعال نبص على خطابات السيد الرئيس طوالوقت على مسألة ملف بناء أعادة وعي يعني أعادة الوعي المتعلق بالمثال المصري والثقافة المصرية والهوية وهكذا دي كلها يمكن رسائل سيادة الرئيس بيقدمت لوقت التأكيد على مصريتنا والتأكيد على هويتنا المصرية بالضبط أنا أتمنى مرة تانية أن يبقى فيه يعني مثلا في اللجان المجلس على الثقافة يبقى فيه نشرات دورية للكتاب والمؤرخين والباحثين يا جماعة خدوا بالكوا إحنا فيه أولوية عندنا الفترة الجاة نشتغل عشرين واربعة وعشرين خمسة وعشرين العامين دول على كتب الهوية على الموضوع ده أو على هذا العنوان هذا العنوان ونبدأ بكتب الهوية ونبدأ بتقديم الكتب متعلقة بعلماءنا ومفكرين ما عايزين نوصل ده للجيل الجديد كمان إحنا مش عايزين إحنا بس نقراه وإحنا عايزين كمان ده يوصل لجيلنا الجديد بطريقتهم وبأسلوبهم وبإقاعهم ما هو ده يحصل بقى زي أولوية عند اللجان المتعلقة بحركة صناعة النشر اتحاد النشرين المصريين يعمل اجتماع موسع يعني مؤتمر عام ويبدأ يقول يا جماعة احنا فيه أجندات لملفات معينة أو موضوعات معينة يعني تتطلبة دولة المصرية يعني محتاجين تاخدوا بالكوا منها ككتاب وكباحثين